النهاردة احنا هنعمل نوع من الصلطة هو مش غريب بس هو النوع ده ممكن ناكله جنب رز جنب مكارونا اي حاجة هنعمل بقى ايه هنعمل صلطة فجل بالحمص فجل ده فجل اهو احنا متعودين نشوف الفجل يعني حتة قد كده يعني طول الصباح وليه ورق وبيبقى فجل ورور ده فجل بيتبخ بتعمل صلطة بتعمل بالدمعة بتعمل بالسوس بيخش في كل حاجة نوع الفجل ده ده في الاساس في الصين بيتبخوه ويمكن قاعدوا يمكن عشرين سنة عايشين على الفجل والرز والنبات ده فحنا النهاردة هنعملوا صلطة وممكن الصلطة دي يتاكل جنبها رز شوفوا شكله اهو ده شكله متستغربوش لشكله انا استغربت برضه اول ما شفته في السوق بس قلت لازم زي انا اول مرة شوفه في ناس كتير اول مرة تشوفه فنتعرف على الحاجات مع بعض فهنعمل منه صلطة النهاردة الصلطة دي يتاكل جنبها رز حلوة اول هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وممكن كمان الفترة الجاية هو ده ميوسمه على فكرة فالفترة الجاية ممكن ان احنا نطبخه مع بعض نطبخه بيتطبخ عادي جدا زي اي طبيق زي ما بنتبخ الكوسة زي ما بنتبخ الكوسة زي ما بنتبخ البطاطس بيتعمل بكذا طريقة الفجل ده المقادير النهاردة سهلة نعناع اغدر نعناع اغدر وجزر مبشور وحمس الشمس لو وفلفل احمر وفلفل اصفر وكرمب احمر ومعانا الفجل تمام كده هنجيبه بقى ونقشره كده هو بيبقى طري زي اللوبيا مش ناشف بيبقى طري فجل طري عامل زي الفجل الورور بتاعنا اهو موجود منه يعني مش هتشوفوه كتير بس ممكن تعتروا فيه يعني زي انا ما اعترت فيه كده ممكن تعتروا فيه بس هو كتير قوي 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 في الصين وفي اليابان لان هم عايشين عليه بيطبخوه بيعملوه صلاة جنب الرز وبياكلوه مطبوخ وبيعملوه الوسوس وبيدخلوه في اللحمة وفي الفراخ فحاجات كتير قوي فاحنا يعني ليه ما احنا ما نستفادش بقول ليه فوية كتير قوي قوي ده ليه فوية ياما فاحنا النهاردة هنعملو صلاة اهو والناس كتير قوي ما بتعمل الصلاة البلدي بتاعتنا العادية وتاكل جنب الرز ليه ما ندخلش فيه اللفت الفجل ده اهو احنا هنبشره ووطري برضه اهو مش شايخ ولا حاجة رغم ان هو حجمه كبير كده بس هو مش شايخ وهتلاقوه رحته بقى ايه دربه على فجل من الفجل الحراء اهو عارفين ان كده لما تجيبوا فجل بلدي من بتاعنا وتجوا تاكلوه تلاقوه حراء اهو ده زيه اهو وابيض زي الشمع اهو النهاردة يومنا ان شاء الله يكون حل العشتاج بتاعنا النهاردة مميز سوية هو فيه مميز سوية هو المحبة تشفي الروح المحبة تشفي الروح شوف بقى كده لما تحب حد تلاقي روحك كده هادية وحلوة وتحسي كده اني معندكش اي مشاكل في اي حاجة بس امتى بقى عاوزة كل حبايبنا اللي هيكلمونا النهاردة نتناقش سوى كده مع بعض ونشوف امتى المحبة دي بتشفي الروح ازاي ازاي دلوني اهو كفية كده طري وكله مية وعامل زي الخاص هنقلب بقى ده كله على بعضه نجيب بس طبق كبير كده طبق السلطة مش لازم يبقى كله فوق بعضه ممكن برضو نعمله شكل حلو ويبقى برضو في الآخرة اسمه طبق سلطة بس نقعد مثلا نشكله كده بدل ما يبقى كله فوق بعضه اهو وبعدين ده صلطة فجل اه مش اي صلطة بقى فجل يا جميع اه هنرصوا بقى كده اهو ادولوا كل الالوان اللي تعجبكو طبق السلطة ده هيتاكل ممكن جنبه رز مع الفجل ده الفجل ده زي ما قلت حلو اهو هنحط بقى الحموس كده في النص احنا لسه هنحطوله ورقتين نعناع كمان اه تقدروا تحطوا زيت زتون تقدروا تحطوا زيت عادي احطوا الزيوت اللي تريحكو واللي تعجبكو اهو نوسطانه بس كده كده اهو هنحط له بقى شوية نعناع مش مش كتير هم ورقتين بس كده حلوين او نحط الورقة بس كده في النص وخلاص اللي عاوز يديف نعناع كامل يحط اهي بس كده ممكن بقى نحط عليه شوية زيت زتون نحط شوية كمون بسيط لو هنأكل جنبه رز ممكن ما نحطش ده كله وناخد من الخضار ده زي السينيين كده لما بيأكلوا كل حاجة صحية ولا بيحطوا زيوت ولا بيحطوا اي حاجة تاخدوا من الفجل ده سلطة الفجل وتروحوا على طول حطين على الرزة على المقارونة موسيقى